شهدت اليوم وزارة الخارجية والتكامل أفريقية عملية تسليم وتسلم حقيبة الوزارة بين الوزير السابق موسى فكي محمد والجديد حسن إبراهيم ضاء جاءت عملية تسليم المهام بعد عشرة أعوام قطاها موسى فكي محمد على رأس الوزارة بعد أن تم انتخابه كرئيس لمفوضية الاتحال الأفريقي إشراق عبد الرحمن الرحمن بعض مضي تسعة سنوات من توليه منصب مسؤولية السفير البلاد لدى فرنسا وبهذه الكفاءة استطاع أن يكون الوزير الجديد حسن إبراهيم طها على أرأس وزارة شؤون الخارجية والتكامل الإفريقي عقب تعديل الوزاري بتاريخ الخامس من فبراير لعام الجاري خلفا لسيد موسى فكي محمد الذي تقلد منصب مفوضية الاتحال الأفريقي وعلى هذا المنوال جاء اليوم ليتسلم مهمه الوزاري الجديد وبهذا الخصوص شكر الوزير الجديد لوزارة شؤون الخارجية والتكامل الإفريقي حسن إبراهيم طها رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها إياه بتعيني على هذا المنصب كما تمنى لسيد موسى فكي محمد التوفيق والسداد في عمله طالبا من العاملين تضافر الجهود معا من أجل النهوض بالسياسة الخارجية وذلك من أجل تعزيز العلاقات والتعاول المشترك مع الدول الشقيقة سيما تكملت ما تبقى من مشاريع الوزارة وفي ذات السياق سلمت أمينة الدولة السابقة محام عملها بوزارة الشؤون الخارج والتكامل الإفريقي السيدة كادي إليزابيت خلفا لأمينة الدولة الجديدة في الشؤون الخارج والتكامل الإفريقي الدكتور حوى أثمان جامل وفي نهاية الحفل تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بحضور الأمينة العامة النائب للحكومة حسن أحمد باتشا شكرا